كيك الياغورت لميزين ولا ركاضة شعارها البساطة والسعادة القطو هذي ذكرني في ايام الزمن الجميل نروح من المدرسة نلقى ريحت الدار في حب ريحتها الوالدة ربي فضلها كانت يسر تعملنا حاجات حلوة في الدار القطو هذي بالذيت جي يسر خفيفة وابنينة بش نستحقو كابت الياغورت في الكيل على هذيك فرقتها وبش نغسلها وننشفها بش نكيل بها بقية المكونات لو عندي ثلاثة بعيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة نزيدهم زوزوا حكوكم تعياغورت عبيتهم بالسكر هذي اللولة وهذي الثانية ساشية سكر فانيي رشة للملح ونخلط للمكونات لكل تتجانس والسكر يضوء لو نزيدهم نكهة الفانيليا اختياري نجموا تستغنوا عليها كنتحبوا كعبة الياغورت المستحسن تكون بنكهة الفانيليا اشتر حكا زيت نباتي ونكمل نخلط وبش تنجح معاكم الرسيد ماذا بين المكونات الكل يكونوا بدرجة حرارة الغرفة وكيلت ثلاثة كيلية فارينة زيتهم سشية خميرة وغربلتهم ونكمل نخلط وهذا هو القوامة اللي اتحصلت عليه ونخذي طبق الفرن دهنتوا بالزبدة وحديت الفارينة وبش نبدأ نوزحها نفرخ الخليط متاعي وندخلها للفور سخونة على 180 درجة لينتحمار وتاخذ لون رد بينا نحلو عليها وقت الكويسان بش لقدتوا متاعنا ما يتيحش في الوسط انا اخذت مني 15 دقيقة وكيبش تستعملوا المولا كيك العادي تاخو اكثر وقت على خطرها تجي عالية اول ما تاخولون ندفقتها وندخل السكينة كينخرجت انضيفها معناها حذرت نخليها تبرد وبعد نقصها شوفوا لي الخفة اللي جيت فيها رسيد اسهل منها ما فاماش والبنة غارانتي بالحق ما نجم نقول فيها كين العين اللي ما تشوفكش يخسر كل اللي راتو يلا فش تستنيوا بش تجربوها كيف العادة ما تنسوش بش تابعوني على بقية مواقع التواصل الاجتماعي وطوا ما قعد لك بش نقولكم على بخوشين فيديو